منذ الثلاثاء والعالم يتعرض لهجوم إلكتروني أطلق عليه اسم بيتيا وأصاب أكثر من ستين دولة وخلق حالة من الفوضى بين الشركات وهذا الفيروس يسيطر على كل المعلومات في أجهزة الكمبيوتر وفي حال كان الكمبيوتر مرتبطا بشبكة مع أجهزة أخرى فينتقل إليها ويعطلها ويطالب المهاجمون بمبلغ يعادل 300 دولار بعملة بيتكوين الرقمية المهاجمون استغلوا ثغرات في أنظمة تشغيل ويندوز ومع أن مايكروسوفت أعلنت عن تحديثات لتصليح تلك الثغرات لكن الشركات لم تلتزم بتطبيق هذه التحديثات ما سمحها بالخرق مصرف لبنان حامي كلها عنده معايير معينة واللبنوكي كلها تابعة مصرف لبنان وماشي على المعايير اللي بحطها مصرف لبنان منا بعت في كتير كيسز صارت في لبنان هون ومعنا خبرة جمال على الشركات اللي عندهم شركات بره اللي هني كنكتد لهون على لبنان ولا عندهم شفرع هون حوالها 40% من هالشركات نضربوا بهالرانساموري اللي صار هالأليتلي وينصح الخبراء بالاحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات وعدم الضغط على الروابط أو الملفات المجهولة باثل العريض قناة الجديد